الامريكيون يشعرون بالوحدة ويبتعدون عن اصدقائهم اكثر من اي وقت مضى اذ يقضون اسبوعيا ما يصل الى ساعتين وخمسا واربعين دقيقة فقط مع معارفهم مقابل ست ساعات ونصف قبل عقد من الزمن وفقا لاحصاء تم اجراؤه حول كيفية قضاء الامريكيين لوقتهم في ظل ربط بين هذه الظاهرة والضغوط المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في السنوات الماضية اصبح من المكلف جدا الانخراط في اي نشاطات ترفيهية وبالتالي العديد من الاشخاص بدأوا يبحثون عن القيام بنشاطات اجتماعية مجانية ان اثر العامل الاقتصادي يبدو واضحا جدا على النسيج الاجتماعي في امريكا والذي بدأ يتغير بشكل ملحوظ ايضا بعد فترة وباء كورونا مختصون وخبراء ارجعوا هذه الظاهرة لعدة عوامل ابرزها التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في وسائل التواصل المختلفة والاجهزة الذكية والعاب الفيديو والتي حلت كبديل اول عن لقاءات الاصدقاء في المقاهي واجتماعاتهم على موائد العشاء تضاء الناس وقتا على هاتفهم المحمول وخاصة على وسائل التواصل او عبر ارسال رسائل نصية يعطيهم شعورا مزيفا بان لديهم علاقات اجتماعية وهو يشبه تناول وجبة خفيفة من الطعام بدلا من الحصول على وجبة متكاملة من العناصر الغذائية فلا شيء يوازي لقاء الاصدقاء بشكل شخصي ومباشر الدراسات الطبية اوضحت كذلك ان لقاء الاصدقاء ومجالستهم يرتبط باثار صحية ايجابية مباشرة على الصحة العقلية والنفسية ومحاربة الاكتئاب بالاضافة الى الحد من الاصابة بعدد من الامراض الاخرى الامريكيون يعانون من ثقل اعبائهم المالية والاسرية والمهنية اذ تعبر شريحة واسعة منهم عن عدم قدرتها على الموازنة بين حياة اجتماعية صاخبة تضج بالصداقات ومتطلبات يومهم الاعتيادي مجد يازيجي سكاينيوز عربية واشنطن